يا طرى بيبيت كم بيضة و بيرقود كم يوم على البيض طب و بريح مدة طويلة ليه ما بيبيتش عايز اعرف بقاله مدة طويلة ليه ما بطش و ده موضوعنا النهار ده قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشراء في القناة تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني ان شاء الله كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا كلنا عارفين عصافير الروز اورنج اوبلاين و احنا عارفين ان الروز في منه طفارات كتير جدا و الوان كتير و كلها بتفرق بس فيه اللون بتاعه ولكن كل لون منهم بيبقى ليه سعر يعني عندنا مثلا الروز الاخضر يعتبر ارخص انواع الروز و بيوصل ثمنه من 250 ل 300 جنيه لكن بدأ ان هو يرتفع دلوقتي في السوق كذلك عندنا اللي بعديه على طول اللاتيني اللي بيكون البرنيتا بتاعته اللي فوق دي بتكون لونها احمر و الديل بتاعه بيكون لونه احمر و ده بيوصل ثمنه دلوقتي من 450 ل 500 في السوق حاليا طيب بعد كده عندنا الفيس و عندنا الورنج اوبلاين و عندنا الالبينو فطبعا كل لون منهم بيكون ليه سعر و طبعا كل ما بيكون السعر عالي في الوان في الوان الروز او في طفارات الروز يبدأ بيبقى افضل ليه اي حد بيربي فطبعا ده اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده الورنج اوبلاين و اسمه اورنج اوبلاين ليه عشان خاطر البرنيتا بتاعته او التاج بتاعه اللي احنا شايفينه فوق دوت لون و كله اورنج والديل فيه برضو اورنج تمام وتلاقي بقيت جسمه كله لون الاصفر الروز بيبيد من 3 بيضات ل 6 بيضات و غالبا طبعا بيكونوا هم 6 بيضات يعني من 5 بيضات ل 6 بيضات ده المعدل بتاعه اللي بيبيده طب ليه بيتاخر في وضع البيض تأخير وضع البيض ده بيكون لسه العنقود بتاع الانسة ماكملش عنقود البيض لازم بيكون ليه معادة علشان خاطر لما بيكتمل بتلاقي على طول الانسة بيحصل تزوج بينها وبين الزكر فانت لازم تكون صبور شوية وتصبر على العصفور اللي ممكن يعجلك بقى في موضوع ان التأخير في وضع البيض او التأخير العنقود البيض اللي هو ماكملش هو التغذية السليمة والكويسة لهم وانك دايما تبضهم بالبيض المسلوء يعني كل ما تهتم بانك انت تغذي العصفور بتاعك كويس بالبيض المسلوء بالجرجير وبالزنجبيل في المياه وانك انت تدوه فيتامينات ده بيعجل في الاقتمال عنقود البيض عند الانسة وكذلك طبعا دوت بيكون مخصب قوي جدا للزكر بيروت كم يوم على البيض 24 يوم بالزبط وتلاقي البيض بدأ ان هو يفقس طيب لما بتجي تبيض الانسة بتبيض بيضها النهاردة وبعدين تاني يوم اللي هو بكرة تبصت لها رياحة ما بضتش وعين بضت في اليوم اللي بعده يعني بتبيض يوم ويوم وغالما بتحط من خمس لست بيضات لو لقيتها في اول مرة في اول شغل ليها حطت بيضة واحدة او بيضتين ما تقلقش لان هي لسه بتعتبر لسه عصفورة بكر صغيرة لسه اول مرة تبيض فممكن تبيض في الاول بيضة او بيضتين عادي ما تقلقش خالص لكن في المرة القادمة هتبصت لقيها تبيض معاك عدد اكتر خلي بالك كل ما تتتم بانك انت الغزي العصفور كل ما العصفور هيديك طيب هل انت دلوقتي كل حاجة انت موفرها العصفور وتلاقي ان العصفور يتأخر في وضع البيض وانت بتغزي كويس وكل حاجة يبقى هنا لازم تلاجع الافص بتاعك وتلاجع العش يعني ايه yani ما ينفعش انه ليكون الافص اصغر من اللازم لازم يكون الافص متوسط لهو كبير اوي ولهو صغير اوي يعني ما ينفعش انه هو يكون صغير اوي مثلا زي افص الاستراليات ولكن اما بيتكبر في الافص مهما كبرت في الافص ده مش مشكلة لكن اهم حاجة ما يكونش از اه يعني صغير زيادة عن اللزوم الحاجة التانية كمان العش بتاعه المناسب اللي هو عش الروز او عش الفشر اللي احنا شايفينه قدامنا دوت هو ده العش المناسب ليه كمان اه لازم تعلق العش كويس جدا لو معلقتش العش كويس صدقني مش هيحصل ان هما يبيدوا ابدا لو اتدكر دخل العش ولا ان العش بيتهز طبعا هنا مش هيحصل ان هما يتقصروا ليه لان العش بتاعهم مش امن لازم يحسوا بالامان كذلك المكان اللي انت بتربي فيه ما يكونش فيه اي حيوانات زي كلاب زي قطط زي فران الحاجات دي بتزعجهم متعطش كل شوية تفتح في العش لما تحسس العصفور بالامان ايا كان العصفور ده وتروز كوكتيل اي نوع من العصفور لازم تحسسه بالامان ثم هو حسس بالامان هيبيد عنده ويبقى زي الفل الحاجة المهمة كمان مادة التعشش اللي بتحطها جوه العش يعني لازم يكون انت حاطط لهم الكارينة الاوسع في النخيل برا في الافس وهم بيخدوه وبيكونوا العش بتاعهم يحطوه في العش يا اما انت اللي بتحط الكارينة جوه العش مفيش اي مشاكل طيب ملقتش سعف نخيل او جريد النخل بتعمل ايه بتجيب النشارة النشارة تكون وسط لا هي خشنة ولا هي نعمة وتحطها لهم جوه العش وهتلاقيهم انهم باضوا عليها عادي خالص ولكن هنا الارتفاع بتاع النشارة ما يكونش عالي جدا ما يكونش عالي ما يكونش مثلا خمسة ستة سنتي تبص تلاقي لما يبيدو البيض يختص جوه النشارة ما ينفعش يعني لازم يكون الارتفاع النشارة هو يضبك سنتي واحد بس ما يكونش عالي قوي انه كل ما هيكون عالي كل ما البيض هيختص جوه ان شاء الله وهيختفي وده النهار ده كده انا شرحت كل حاجة ليكم باذن الله بالنسبة لطائر الروز وطائر الروز بيختلف عن الفشر في حاجة واحدة بس في الحضقة اللي حوالين عينيه بتلاقي ان الفشر بيكون في حلقة حوالين عينيه بيضة لكن الروز مفيش حلقة حوالين عينيه بيضة زي ما حضراتكم شايفين كده واخيرا بشكركم جدا بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة في عزر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اللہ بركاته